كانت جاكلين قد استأجرت غرفة في أحد المجمعات السكنية في جادة كليرما والتي شريدت قبل الحرب عند مواقع التحصينات كنا نستخدم بطاقات طلابية مزورة لتناول وجبات الطعام خمسة فرنكات مقابل الوجبة الواحدة في مقصف المدينة الجامعية ردهة واسعة مكسوة الجدران في أحد المباني الذي يذكر بفنادق سان موريتس أو سيميز أحيانا كنا نمضي أياما وليالي بأكملها على عشب المرجيات المحيطة أو في وسط ردهات الأجنحة المختلفة كذلك كان الحرم الجامعي يشمل صالة للسينما وقاعة للمسرح أشبه بمنتجه استياف أو أحد تلك الأماكن الخاضعة لامتياز أجنبي كما هي الحال في بعض نواحي شعقاء كانت هذه المنطقة المحاينة عند تخوم باريز توفر لساكنها الحصانة الدبلوماسية حالما ندخل رحمها ببطاقتنا المزورة نشعر بأننا بلغنا بر الأمان تعرفت إلى باشيكو في المدينة الجامعية كنت قد لمحته هناك منذ بطاعة أشهر في يناير من ذاك العام كانت المدينة مكسوة بالتلوج وكأنها منتجة للرياضات الشتائية صدفة أنني التقيت مرارا في نواحي جادة جوردان رجلا خمسينيا يرتدي مع طفا بنيا هائلا ذاكمين مفرط طول وبنطالا من المخمل الأسود وينتعل جزمتي تلج شعره داكن مسرح إلى الخلف وخداه غير حلقتين كان يسير بالكثير من التوجس مع كل خطوة يخطوها وكأنه يخشى أن تنزلق قدمه خلال شهر يونيو التالي لم يعود الشخص نفسه بدلة من الكتاني البيج قميص من الأزرق الفاتح وحداء جديد من جلد الإبل جددت مظهره بالكامل أما شعره المقصوص قصيرا ووجنتاه الحلقثان فقد جعلته يبدو فتيا أصغر من سنه بكثير هل سهلين الحديث في كافيتيريا المدينة الجامعية ذات النوافذ المطلة على جادة جوردان أو عند الجادة المقابلة في مطعب مشرب بابل الأرجح أننا كنا هنا في الكافيتيريا بسبب أجواء المطارات السائدة والتي من شبه المستحيلات أن نفصلها عن باشيكو ديكورا من الباسيك والمعدين أناس في ذهاب وإيام يتكلمون بكل اللغات وكأنهم في محطر الترانزيت أضف أن باشيكو كان يحمل حقيبة سوداء في ذات النهار وأخبرني بأنه يعمل لدى الخطوط الجوية الفرنسية ولكنني لم أفهم بالذبط إن كان يعمل مضيفا على متن الطائرة أم يمارس وظيفة ما في مطار أورلي كان يقيم في إحدى غرف جناح المقاطعات الفرنسية إذ أبدت دهشتي حيال إقامة شخص في مثل سنه في المدينة الجامعية أبرز بطاقة طالب تفيد بأنه تسجل في كلية العلوم التابعة لسوق النبي لم أجر على القول إنني رأيتهم من قبل وهو تراه لمحني في ذات الشتاء هل توقع أن أطرح عليه بعض الأسئلة أو أنه كان واتقا من أنني لم أربط البتة بين المتشرد ذي الحزمة التلجية والرجل الماتل أمام عيني عينه الزرقوان الغامضتان حجبة ما يضور في رأسهم من أفكار طيف بمعطف حائل متعطر الخطوات طوارى خلف تلوجد ذلك الشتاء وأحد لم يدري بذلك إلا أنا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لعشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر